أسلم اثنين ما أحد كان متوقع إسلامهم ومن بعد ما دخلوا في الإسلام الموضوع سبب أزمة لقريش وعز الله بهم الإسلام اللي هم مع عمر بن الخطاب وحمزة بين عبد المطالب رضي الله عنهم ولكن هل توقعوا المشركين مشركين قريش هيقودوا زكا ساكتين؟ من أحسن اثنين في قريش أسلموا هنقعدوا ساكتين؟ أكيد لأجل إيش هياعمل؟ خليني يعرف إيش هياعملوا في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا معاكم سلطان حوالي أحسن لازم ترتع شوي وألا أقول لكم من زود الميانة خلونا زي كذا جماعة خير المهم هذه هي حلقة من الحلقات السلسة الدول النهائية اللي تبدأ بسؤال إينا كان الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات ونتهي بسؤال كيف سلسة الدول السعودين نحن فيه الآن؟ الحلقة اللي فائدت كانت تدخرة بس هذه الحلقة إن شاء الله أون تايم هذه ظروف ما يخاجع الأرادة هي ظروف إرادية فإذا عجبتك الفكرة يا جماعة خير إذا عجبتكم الفكرة يا جماعة خير لا تنسوا تحل ترى دائما أكلش فيها إن شاء الله أنكم ما تحرمونا من اللايكات والشير والسبسكرايب وهذا الأمور الطيب الزينة هذه اللي تفيدنا في الدنيا قبل الآخر لا أدري إيش قلبك كذا فجأ شيء أخر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قريش بعدما أسلم الأثنين اللي قلنا عليهم قبل شوي اللي أمر من الخطاب رضي الله عنه وزوبين عبدالبطالب رضي الله عنه ما سكتم والموضوع كذا في قلبهم زووا وشحرتهم فجلسوا مرتانية يفكروا في حاجة يعملوها يعملوها عشان يحلوا جذر المشكلة وبنسبة له منه دين مشكلة وإش هو جذر الدين ومين هو اللي قاعدت على الدين النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نعمل حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو سبب دخول الناس للإسلام بعد هداية الله سبحانه وتعالى ففكروا في حاجة يعملوها في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه واحد ما شافوا الدعوة تتنشر أكثر وأكثر وإنه أهم الرجال أسلم وصاروا في صف النبي صلى الله عليه وسلم لا كذا كتير بقى وإنه تعذيب المسلمين ترى ما صار يأثر ولا صار يودي ولا يجيب وصام لينا المسلمين تعذبني حكم الدين ما مش راجع المسلمين صام دين واللي قاعد سوي لهم يا من تعذيب مو قاعد فيه إيش الحل إش نعمل يا قريش والله دخلوا كذا في ديب ثنكينج تفكير عميق وعملوا كذا براينستورمينج تفكير كذا عملوا كذا إيش نعمل يا جبعة خير طلع لك واحد بفكرة يقول لك خليل نقاطعهم نقاطع مين؟ نقاطع بني هاشم وبين المطلب لأنه منهم النبي صلى الله عليه وسلم ونقاطعهم إيش؟ كلهم مسلمينهم وكفارهم ما يهم مقاطعة كاملة لماذا؟ ما يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ونكتلوا خلاص ضفحة الكهل لم تنيقوا أن نلعب معاهم نعذبهم خلاص تعذيبه ايش نبقى ندخل في العميق أهل طوهن ولما نقول هنا مقاطعة كاملة أتكلم مقاطعة كاملة بكل ما تحملوا الكلمة من معنى الاختصار لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يأكلوا معاهم ولا يتزوجوا منهم ولا يدخلوا بيوتهم انتم مين وانا مين أبعد عني وبيني هاشم قالوا قاطر قاطر تبقاطر استسلم النبي صلى الله عليه وسلم لكم موش مسلمين فخرجوا بعدها بني هاشم إلى مكان اسمه شعب أبي طالب وجلسوا هناك كلهم إلا أبو لهب ما أحب أبو لهب وخرج معاهم كل بني المطالب كافرهم ومسلمهم إلا فيها قليل وبعد ما خرجوا خلاص مكة صارت هنا وكفار مسلمين بني هاشم وعبد المطالب هناك جوك وكفار قريش كتبوا صحيفة المقاطعة وحطوا عهودها ومواثيقها طبعا أهلي اتفاق كتبناها وما يقبلوا صلح من بني هاشم أبدا وما أتأخذهم بهم رأف لا تشوف واحد ميت من الجوع تقول أوه ماي جاد حزلي لا وما يحلوا الموضوع هذا إليه ما يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويبتلوا وعلقوا هذه الصحيفة يجوا في الكعبة بداخل الكعبة كتبا فإن وقتها دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من كتب هذا الوثيق فشلت يدى الكاتب وقيله هو واحد من الثلاثة يا منصور بن عكرمة أو النظر بن حارق أو طلح بن أبي طلح العبود والمشهور والذكره بن أسحاق اللي هو منصور بن عكرمة وهذا اللي شلت يده وبكذا بدأت المقاطحة واستمرت زي ما هي بشروطها لمدة ثلاث سنوات الموضوع كان أليم على المؤمنين وريش كانت تشتري كل الطعام من القوافل اللي كانت جاية وبأغنى ثمن ويحرموا بني هاشم والمطلب من أي شيء من الطعام فما كان يوصل لهم أي حاجة إلا سرا لدرجة النو اللي كانوا متحاصرين جوع كانوا متحاصرين إنهم يأكلوا أوراق الشجر والجلود وكانوا ما يخرجوا يعني من الشعب هذي اللي شراحوا وجههم إلا في الأشر الحرم وين وين الوضع صيف فكرني بشي موجود في وقت الحال إن شاء الله في حريقة يا رب الدول الله ينصر بس أخوان في قزة فكان حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد يحمل قمح وطعام أحيانا اللي عمدوا خديجة بن تخويلد وهي عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب ففي يوم من الأيام شافوا أبو جهل فضربوا إنت إيش بتعمل ومنعوا وأتذهبوا إلى بني هاشم الطعام إيش كيف تسوي إنت والله ما تروح هناك حتى أفضح كلهم في مكفة فجاء وقتها كذا شاف الوضع بين أبو جهل وحكيم بن حزام جابوا البختري بين حارث بن أسد وقال إيجا ما تخير إيش هارجة إيش السالفة فجاء قال يحمل الطعام إلى بني هاشم وقالوا ترى الطعام هذا كان لعمة خديجة وتمنعه أن يودي لك لعمة خديجة ترى هذا طعامها هذا طعامها يعني من حقها خلي السبيل يا بوي سيبه تخيلوا من ضمن الأشياء الكذا يعني كان زي ما يقولوا كلهم كانوا خايفين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إنه أبو طالب شدة تخوفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس إذا كانوا خلاص صراحين يناموا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم روح فراشك ونام ليش؟ يقول اللي يبو يقدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه خلاص يفراشه وبعد ما يناموا الناس يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ويأمر واحد من أبناءه وإلا إخوته وينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم عنده وينام في أي فرش من الفرش الموجود في البيت عشان ما يتعرضي للإغتياج ومرة ثلاث سنوات على حصار قريش على بني هاشم وبني المطالب ليه إنقام شخص اسمه عمر بن ربيع واحد من المجركين وكان من أشراه في القوم وكان يصن لبني هاشم دائما كذا بالليل مستخفين يديهم طعام ما كان مقتنع بالحصارة الموجودة وما كان راضي بالشيء الموجود دائما الحصارة ونحن ايش؟ ظلم وموضوع يا ابوية ايش الموضوع ده البايخ؟ فراح لواحد يسمه زهير زهير بن ومية وزهير هذا كان أخوانه من بني هاشم فلو علاقة مباشرة من بني هاشم فقال له يا زهير ترضنوا وناكلوا ونشربوا ونلبس ثياغ هم ما يأكلوا ولا يشربوا؟ أخوانك ترى؟ ونسمع أصوات صبيانهم يبكوا جور ثلاث سنوات يزهير راضي عاد عندك ترى خلانا قلت لك واجه زهير قال والله اخ انا رجل واحد ايجي يسوي الوحدي انا ايجي يسوي الوحدي طيب يبوي فيه ادام رجال كثير من قريش مانعيني انا ماني راضي بس ايجي يسوي الوحدي واجه قل له انا معك فكذا صارهم اثنين محد راضي عن المقاطعة فجاء قل له زهير خليني نجيب واحد ثالث فراح الى المطعم بالعدي وقل له نفس الكلام تردنوا ناكلوا نشربوا اخواننا في بني هاشيب ما يأكلوا ولا يشربوا وصواتهم قليني قليني اسم عامل الجوع انت راضي وساكن؟ فجاء المطعم قل له والله انا ماني راضي بس ايجي يسوي الوحدي قدام الناس كثير من قريش والله لو كان معايا رجل ثاني كنت نقتل ابو ام الصحيفة دي البيض فقل له هشام بنعمل ما عليك كذا ناحية ثلاثة بس هل تجد احد يعيننا على موضوع ده؟ فراح الثلاثة الى البختري بنهشام فكونا نفسك كلامك فجاء ردن لهم نفس الرد ماني راضي بس انا الواحد ايش تبيني اسوي قالوا ما عليك نحنا كذا اربعة فراح عند زمعة بين الاسود وهو والد سودة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وراح حوله قبل ما يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكلموا ومدريش فاوفق وصاروا كذا كم خمسة اتفقوا بعدها انو دي جاء الصباح ابطلوا تلك المقاطعة ومزقوها وفعلا جاء الصبر ما تكلم زهير وقال يا ايوها الناس يا ايوها الناس هل ترضون هذا يقصد المقاطعة انتوا راضين انتم؟ راضين انو الناس قالوا يموتوا جوع ونحنا قاين ناكل ونشرب وبيننا وبينهم الرحام فكروا شوية لا نشتري ولا يشترى مننا والله لا اقعد حتى تشك هذه الصحيفة الظالم فجاء بوجهل قال والله انك كذبت ولن تمزك الصحيفة فجاء قام زمع بين السود قال انت اللي كذب هذه الصحيفة مغمثلنا ونحنا بريئين منها واصلا ما رضينا لما كتبتوها هذه الاشياء كتبتوها من دون ما انا خدوا راينا واصلا ما رضينا عن كتبتها لما انك كتبت فقال البخت ري والمطعم وقالوا ان احنا كمان نقول نفسك كلام وقتها وجهل سكت وقالوا الله هذا الموضوع شكله حصل امس في البارحة في الليل الموضوع متفق فيه ما 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 هو كذا فجأة كلكم تقوموا مفجأة كذا بدون اي اتفاق عالمين وقت مناقشتهم زي كذا جاء ابو طالب بعمل النبي صلى الله عليه وسلم لانه النبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا على حاجة غيبية اللي هي انه اختفى كل حاجة في الصحيفة وقالت الدود الا اسم الله لم يمس فقال لما ابو طالب كفاكم كفاكم يا معشر القريش ان ابن اخي قد اخبرنا ان صحيفتكم اصلا قد مزقت فقالوا كيف يعني كيف يعني مزقت وهي جو الكعبة عن افلم وقال طيب ان كانت كما قال ابن اخي مزقت فانتهوا من المقاطعة واذا كان ولا شي حصل لا مزقت ولا شي سلمناكم من اخي شافوا الوضع فيه 50-50 تمام خلينا نشوف فلما فتحوا باب الكحبة طلوا والله صحيفة مزقت الا اسم الله باسمك اللهم ما في ما في شي اتمزق منه بس باقي كل الموثيق والعقود ما مزقت وبكذا انتهت المقاطعة وفك الحصار بعد ما انقسمت قريش بن راضي وغير راضي بهذا المثال وبكذا نجل الله سبحانه وتعالى بني هاشم وبني المطالب ورفع عنهم العدوان والظل ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم من معه إلى مكة مرة ثانية بس المشكلة بعدها حيصير حدثين للنبي صلى الله عليه وسلم يخليه يحزن حزن شديد ماذا حدثين؟ كل هذا حنعرفه في حقيقة الجامعة بداية والنهاية ستكون يوم السبت السبتة توقيت السعودية ببن الله لا تنسى اللايك والشار والسبسكرايب يا جماعة الخير سلام